النهاردة هو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني واللي بيصادف يوم التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام طبقاً لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بمعنى أن النهاردة هو يوم أممي أقرته الأمم المتحدة من أجل الاحتفال بحقوق الشعب الفلسطيني والتضامن مع الشعب الفلسطيني اليوم ده ربما بيحمل دلالات ومعاني كثيرة جداً للفلسطينيين والكل الشعوب الحرة اللي بتدعم حق هذا الشعب في الاحتفاء بهذا اليوم اليوم ده هو احتفال بكفاح ونضال الفلسطينيين للتحرر من الاحتلال ومن أجل إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القصة الشريف في اليوم ده سنة 1947 الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت قرار تأسيم فلسطين واللي بيعرف بالقرار رقم 181 هذا القرار بينص على إنشاء دولتين على أرض فلسطين وحدة عربية وأخرى يهودية هذا القرار أيضاً بيشدد على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس وأن الشعب الفلسطيني ليه الحق في تقرير مصيره ومن وقت صدور هذا القرار وحتى الآن لا تزال القضية الفلسطينية عالقة ولا يزال الشعب الفلسطيني غير قادر على الحصول على حقوقه اللي أقرتها الشرعية الدولية ربما زي ما قلت يا جمانة يعني ده نوع من أنواع زي ما بيقولوا كده إيه ازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية من ناحية أنا كجمعية عامة للأمم المتحدة أقريت هذا التقسيم ما من ناحية أخرى أنا قلت لدولة تانية أن هي تيجي وتحتل من ناحية بقول احتفلوا يا جماعة بكفاح ونضال هذا الشعب من أجل أن يناضل من أجل حقوقه المشروعة ومن ناحية تانية أنا أكون السبب في هدر هذه الحقوق المشروعة الازدواجية دي مش غريبة على الأمم المتحدة ومش غريبة على مجلس الأمن ربما الاحتفال لو قلنا النهاردة يعني أو هذا العام ربما يكون مختلف شوي الاحتفال هذا العام يعني الشعب الفلسطيني بيحتفل بيومه وسط عدوان غاشم جدا استمر حوالي سبع أسابيع من القتل والتدمير المتواصل من استهداف المدنيين والمنشآت الصحية من استهداف المدارس وكاف الدور العبادة من مساجد وكنائس حصيلة شهداء هذا العدوان بتتخطح حوالي 15 ألف شهيد فلسطيني بطبيعة الحال وللأسف الشديد معظمهم من النساء والأطفال تغير المفقودين كمان للأسف الشديد ويحنا بنحتفي مع حضراتكم اليوم العالمي التضامن مع الشعب الفلسطيني مرة تانية كمان اللي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة فيه سؤال مهم جدا برضو مين تضامن في أحداث غزة الأخيرة من من الدول الكبرى تضامنت مع أطفال غزة تضامنت مع نساء غزة تضامنت مع ما يحدث أو حتى يمكن أدانة ما يحدث في قطاع غزة دي علامات استفهام أيضا الجمعية العامة للأمم المتحدة وهي بعد ما أقرت هذا اليوم سنة 47 يعني حتى المواقف اللي تم اتخذها طبعا بالفعل أدانة ما يحدث في قطاع غزة وتحدثت أنه ما يحدث في قطاع غزة وجرائم حرب وما إلى ذلك لكن ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ يعني لما يبقى قرار من سنة 47 لم ينفذ حتى الآن فأكيد كان لازم يكون فيه وقفة من زمان جدا هل هذه هي القرارات فقط التي لا تنفذ والبق ينفذ؟ إيه اللي بيحصل؟ يعني إيه اللي حصل أعتقد دي كان لازم يبقى فيه وقفة وإنحنا نعير اهتمام لمثل هذه القرارات المجرد بتأخذ أرقام ولا تنفذ وعلى الجانب الآخر بيبقى فيه مدنيين بيمارس عليهم القمع وبيمارس عليهم الإبادة الجماعية وبيمارس عليهم القاء يعني كل أنواع الكراهية لو نحن نتكلم حتى على العنصرية أعتقد دلوقتي بقى واضح على أي حل إحنا نهاردة يكون لنا حلقة خاصة عن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وبكل تأكيد إحنا من أكبر المتضامنين والدعمين لهذا الشعب العظيم متضامنين مع حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته كل الشعب المصري متضامن مع شعب فلسطين وأكيد هنتبع مع حضراتكم كمان آخر التطورات الخاصة بتمديد الهدنة والجهود المصرية اللي بتدعم القضايا الفلسطينية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وما حدث أمس من خرق للهدنة هلينا نصبح على حضراتكم مرة كمان سباح الخير والسعادة عليكم سباح الخير